السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نبدأ معاكم سلسلة كن محمي كن محمي بمعنى كيف انك تكون محمي باقل متطلبات ممكنة ان تضمن خلال عن جهازك يكون محمي في البداية نظام التشغيل هو الاساس لأي جهاز سواء ماك سواء بي سي هو اللي يشغل البرامج في نظام التشغيل يجب ان يكون مملوك بمعنى ان يكون له ترخيص والترخيص سواء شريته او جامع الجهاز وقت ما شريت الجهاز اي نظام تشغيل له تحديد الشركة المنتجة سواء عندنا ماك ابل او مايكروسوفت اللي هو نظام تشغيل ويندوز او عندنا لينكس جميعها لها تحديثات التحديثات ليست مجرد عبد انما التحديثات الشركة تنتجها في الاغلب اضافة ميزات جديدة لنظام التشغيل وايضا اغلاق ثغرات موجودة في النظام الشركات ما راح في اغلب الاحيان ما راح تصرح بالثغرات الموجودة في النظام لتضمن العملاء اللي يستخدمون النظام ما تخترق اجهزتهم طريقة التحديث جدا سهلة سواء في ويندوز في ماك هنا بحكم ان عندنا ويندوز 10 فمجرد الضغط على سيرش ويندو واكتتابة update وبيطلع لنا هنا check for update البحث عن التحديثات طبعا هنا مطلع لنا في تحديثات وحكم الاتصال عندي ضعيف فتطلع error لكن بيطلع لك هنا التحديثات وبيحاول يسوي لها التحديث تحميل لها وبعد كذا التركيب يفضل انك تسوي التحديث مرتين في الأسبوع او على الأقل مرة تأكد ان الاتصال عندك الانترنت تكون سريع تأكد انك ما تسخدم الجهاز وقت ما تسوي التحديث بعض الاحيان ياخذ له وقت واحفظ ملفاتك لانه في بعض الاحيان يطلب اعادة تشغيل اتمنى ان الفيديو يكون اعجبكم وإلى اللقاء في الأجزاء القادمة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر